تمام؟ جميل احنا بنتكلم دلوقتي على الاصابة او الشكل التاني من الاصابة في مفصل الكتف في السن الصغير اللي هو من 20 ل 40 سنة قلنا اول حاجة الخلق المتكرر وتكلمنا ان الخلق المتكرر ده طبعا ممكن يحدى مرة و 2 و 3 ولسه ما تكلمناش عن طرق عليكم الشكل التاني هو قطع الغضروف قطع الغضروف في مفصل الكتف وبرضه ده بيبقى اصابة بنلعب في الجم بنتمرن تمرين غلط واعنا واقع جمدة شوية بس طبعا التشخيص بتاع قطع الغضروف اللي هو الاسلاب ده بيبقى صعب شوية ومش سهل ان اي طبيب يعني يوصل لي الا عن طريق ان احنا بنعمل اشعرانين مغناطيسي بس بالسبغة اوقات نحتاج للسبغة عشان شخص كويس طب خلينا نروح خلينا في الجزء الاولاني الخلق المتكرر للكتف وهنا منخاطب الشباب او منخاطب الناس اللي مارست بتمارس رياضة او تعرضوا لحدثة او هزار فيه هزار تقيل شوية ما بين الناس ممكن يعمل ده بعد ما شخصنا وقلنا انه ده خرع متكرر للكتف بدأنا في اول مرحلة هي مرحلة العلاج اذا استريح يبقى الحمد لله المرحلة التانية من مراحل العلاج لمشكلة خلع الكتف المتكرر لو الموضوع اتكرر مرة واثنين وثلاثة خلص احنا بنجزم ان المريض ده لازم يحتاج لتثبيت للجزء اللي خلع ده اللي احنا كنا شايفينه من شوية الجزء ده بسهولة يخلع فكل مرة عن مرة الموضوع ممكن يزيد وطبعا هو ده جزء عظمي فيه وطر ولكن مرة واثنين وثلاثة اصابة ممكن يؤثر على طبقة الغضاريف يؤثر على يعني ثبات الاوطار او ثبات المفصل ويؤثر على حاجات اللي حواليه تمام فاحنا لو الموضوع زي ما قلنا اتكرر بنبتدي نلجأ بقى للطبيب طبيب بنعمل اشعاعات رانين رانين بيوضح الاصابة دي طبعا احنا خلاص يقولنا يعلاج وراحة وياه ما بنتدي نخش في الحل الثاني التثبيت اه اللي هو التثبيت الميزة دلوقتي طبعا المناظير الجراحية طفرة فيه طفرة بالنسبة للناس اللي كانت بتخاف واعتقد ان هي مضعفات بتاعتها يا دكتور محمد بيكون اقلية طريق المنزار المنزار فتحة صغيرة جدا يعني انت كنت تكون سنتي مثلا ما فيش تشوه للكتف ما فيش تشوه والرجوع بيبقى اسهل يعني احنا لما بندخل نثبت بندخل بالمنزار فتحتين فتحة للمنزار وفتحة للآل اللي بنشتغل بيها بنراكب حاجة اسمها انكرز او خططيف جراحية على حسب يعني الاصابة كل ما تكوني الاصابة اكبر كل ما بنراكب عدد خططيف اكبر اه عظيف ليه حاجة اللي بتثبتها ليه مفصل لكتف عشان ما يتحركش تالي تمام علشان نثبت الجزء اللي كان بيخلع ده فلما يثبت في مكانه خلاص ده طبعا بعد محاولات العلاج اللي ما نجحتش اه اللي هي في الاصابة الاولى او في اول مرة تاني مرة تالت مرة خلاص احنا خلاص كده لازم نلجأ للتسبيت للتسبيت عن طريق المنزار بواسطة الخططيف الجراحية طبعا بعد ما بنعمل عملية بننصح طبعا المريض انه بيقعد من 4 ل 6 اسابيع اه معلق دراعه او مريح دراعه علشان طبعا الجزء اللي تثبت ده زيه زي اي كسر احنا بيعتبر دلوقتي ككسر اه سبتناه بشريحه ما سامير لا احنا هنا سبتناه بخططيف فيرجع الجزء ده في مكانه ويثبت في الفترة اللي هي شهر شهر ونص وبعد كده نبتدي نعمل علاج طبيعي نحسن بيه حركة العضلات والاوطار فيبتدي المريض يرجع للايه للحال طبيعية بتاعته كويس يعني في الخلع المتكرر عندنا شقين الشق الاول هو شق علاجي وبعد كده هو شق الخططيف او بنثبت مفصل الكتف عشان ما يأثرش بعد كده على الغدريف وما يأثرش على حركة الكتف بعد كده امي امي